عناصر الحياة إذا تأملت كل ما يحيط بك من كائنات حية ستجدها تشترك في عدة عناصر ولكن بنسبة مختلفة والتي تعرف بعناصر الحياة فما هي؟ تتكون المادة الأساسية للخلايا الحية من الكربون الأكسجين الهيدروجين والنيتروجين والتي تشكل حوالي 97% من تكوين الكائنات الحية فالكربون والذي يشكل 18% من جسم الإنسان يعتبر الهيكل العظمي الضروري لمعظم المركبات العضوية وذلك لما يمتاز به من إمكانية تكوين روابط أحادية وثنائية وثلاثية وهذه الميزة هي التي تؤسر التفاعلات الحيوية التي تجري في الخلايا أما الأكسجين والهيدروجين فلهم النسبة الأكبر من كتلة الجسم والتي تصل لـ 60% منه ممثلة في الماء والذي هو أساس الحياة وبالنسبة لنيتروجين والذي يشكل 3% من جسم الإنسان فتأتي أهميته من وجوده في العديد من الجزيئات الحيوية ومنها الأحماض الأمينية التي تكون البروتينات والأحماض النووية دي ني ترجمة نانسي قنقر